يقف أبو عبيدة بالقرب من أرض اشتراها من إحدى الجمعيات التعاونية ويقوم ببناء دار عليها بعد أن قضى سنوات عمره في جحيم الإيجارات لكن فرحته بداره لم تكتمل فبات مصير أرضه مجهولا بعد اعتقال المسؤولين عن هذه الجمعية وهو اليوم ما بين نارين نار خسارة أرضه ونار تركها والعودة إلى الإيجارات والله مصيرنا مصير كل مصلي هذه واحدة اثنين يعني الإمكانية مال تشتري سكني زحمة يعني المتر السكني من الـ 8700 ماطق المواطن يشتري فاتجهنا على الجمعيات الجمعيات نستجع عليها تفتار دوم داراتك شوارع تبليط مالتها درجة أولى إنارة كهرب لم تشهد المدينة توسعة عمرانية منذ أكثر من عشرين عاما مما جعلت جمعيات تقطع الأراضي الزراعية وتبيعها للمواطنين حتى أصبحت واقع حالا ويضاف إلى هذا التقطيع العشوائي عمليات التزوير والتلاعب بالأراضي من قبل مافيات كان صوتها أعلى من صوت القانون بحسب ما كشف عنه قائم مقام الموصل السابق في آخر مؤتمر قبل تقديمه الاستقالة فيما يخص الموصل نعم هناك كانت مافيات للأراضي تستند على جماعات مسلحة وتستغل أسماءها وهم من هل الموصل يعني ليسوا بغرباء ليسوا من محافظات الجنوبية ليكون صريح معكم من قاد هذه الأمور هم أبناء نينوها تحت مسميات المسلحين وكان بعض منهم يستعين بهذا وذاك ولدينا قضايا مقامة ودعاوا مقامة قوان مافيات الأراضي أقوى كانت من الدولة في سنوات 2004 إلى 2014 آلاف القطع الزراعية اضطر المواطنون لبناء منازل عليها وبات اليوم مصيرها مجهول وخيارات المواطن أحلاها يعتبر مرا بالنسبة له فإما أن يبقى ساكنا بالإيجار أو يشتري أرضا لا يعلم مصيرها وإن حالفه الحظ سيبني دارا ويبقى مهددا بالإزالة أما الحكومة المحلية فلم تحرك ساكنا حتى يومنا هذا من الموصل محمود الجماس قناة التغيير